وتاني اخبرنا النهاردة ان الرئيس السيسي هيشارك في القمة الافريقية العادية الثلاثة وثلاثين واللي هتعقد على مدار يومين تسعة وعشرة فبراير الجاري بأديسة بابا واللي هتعقد تحت شعار اسكات البنادق تهيئة الظروف المواتية لتنمية افريقيا ومن المقرر ان الرئيس السيسي يلقي كلمة في القمة يستعرض فيها الانجازات اللي اتحققت بالقرى الافريقية خلال رئاسة مصر الاتحاد الافريقي واللي بدأت في فبراير عام 2019 ومن بينها منطقة التجارة الحرة القرية الافريقية اللي دخلت حيث تنفيذ في مايو الماضي تعالوا نشوف هذا التقرير عن افريقيا اللي كانت ولا تزال وستظل في قلب مصر مصر بوابة افريقيا ومفتاحها عبر العصور ظلت مصر دائما الداعم والمناصر للقضايا العادلة للقارة الافريقية إن الكثير مما يجري اليوم في افريقيا إنما هو في حقيقة امره من بعض مظاهر الاندفاع نحو التحرور الاقتصادي ولسنا مرى اشاكا قوليا امتنى من هذا الاشاك ولا اكتنى في العام الفين واربعة عشر ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عظمت مصر جهودها تجاه القارة الافريقية في كل المجالات وفي مجال حماية السلام والامن بالقارة في التاسع من فبراير عام الفين وتسعة عشر يتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي ليؤكد عزم مصر على المضي في تحقيق احلام القارة وطموحاتها ادعوكم اشقائي قادة افريقيا للعمل معا على اعادة احياء وتفعيل سياسة قارتنا الاطارية لاعادة الاعمار والتنمية وانطلقت الكفاءات المصرية في ربوع افريقيا لتساهم بجهود كبيرة في البناء والعمران والتنمية في مختلف المجالات اشتركوا في القناة خلال رئاستها للاتحاد الافريقي قادت مصر مبادرات ومنتديات كبرى على طريق نهوذ بالقارة منها اطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة الافريقية التي توجت مساعي القارة وطموحاتها في التكامل والتنمية مبادرة اسكات البنادق التي حصلت على الاهتمام السياسي العالمي وتأييد مجلس الامن بالاجماع اعتمد الاتحاد الافريقي مبادرة اسكات البنادق بحلول عام 2020 التي تهدف الى القضاء على كافة النزاعات والصراعات في القارة مع حلول عام 2020 من خلال اعداد اطر تنفيذية واضحة تعالج جزور النزاعات وتساهم في اعادة الاعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراعات المنتدى الاقتصادي لافريقيا نوفمبر 2019 بالعاصمة الادارية والذي ركز على دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الاستثمار وسبل تمكين المرأة لافريقيا منتدى اصوان للسلام والتنمية المستدامة ديسمبر 2019 وفي المجالات الطبية والعلاجية بدأت مصر في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون افريقي من فيروسي وتوفير الجرعات العلاجية اللازمة انطلقت مصر الى ارجاء العالم ممثلة للقارة الافريقية فلم تترك محفلا دوليا الا وشاركت فيه حاملة امال شعوب القارة في الحياة الكريمة وجذب المزيد من الاستثمارات وحمايتها من خطر الارهاب ان افريقيا اليوم محطة انظار العالم ونجاح منطقة التجارة الحرة القرية هو الاختبار الحقيقي لتحقيق طفرة اقتصادية تلبي تطلعات شعوبنا في العيش الكريم الامن مؤتمر ميونيث للامن القمة الصينية الافريقية قمة مجموعة العشرين في اوساكا باليابان قمة السبع الكبرى بفرنسا القمة اليابانية الافريقية تيكاد سبعة اول قمة روسية افريقية في التاريخ والتي ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن قمة الاستثمار الافريقية البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن ولان شباب افريقيا في القلب من رؤية مصرية شاملة عملت مصر على تأهيلهم وابراز مواهبهم وبرعاية مصرية انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ في تجربة اكثر ثراء وتنوع افريقيا الفين وثلاثة وستين اجندة رسمها وحددها الرؤساء والقادة الافارقة لخلق افريقيا جديدة تنعم بالامن والازدهار تتكامل دولها وتتوحد اهدافها لتصبح افريقيا قوة نافذة الارادة فلقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا على مصار اجندة الاتحاد الافريقية الفين تلاتة وستين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة والنهود بالقارة الافريقية واصبحنا على الطريق الصحيح نحو حقبة جديدة واعدة تتسم بالتنمية والتقدم بدلا من الوجود الاقتصادي والنزاعات وبعد عام زاخر بالعطاء والنجاحات تسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقي لدولة افريقية شقيقة لتستكمل مسيرة التكامل والتنمية دون ان تترك مصر دورها او تتخلى عن مسئولياتها تجاه القارة فمصر بوابة افريقيا ومفتاحها وافريقيا دائما في قلب مصر اشتركوا في القناة